الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الجمع والدين إن شاء الله نلتقي في هذا اليوم وفي هذه الأمسية بعنوان العلمانية والإباحية وإن شاء الله المين برداء يعني يعري لك العلمانية تعرية تامة وأي علماني يكتب يطلع ورقة وقلم ويكتب شانيجي بعدين ينكشف ويجيه إن شاء الله المهم نحن نخلص في الموضوع العلمانية والإباحية العلمانية والإباحية قد يسأل سؤال سائل يقول جمال علاقة بين العلمانية والإباحية شنو نحن إن شاء الله نديك الكلام من سياده ذاته أول حاجة العلمانية ما هي العلمانية؟ العلمانية شنو؟ هل العلمانية هي عبارة عن نظام للحكم بس نظام بتاع حكم فقط؟ أو كما يعرف هل هو فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية فقط؟ ده تعريف العلمانية؟ لا العلمانية تعريفة هي فصل الدين عن الحياة العلمانية هي فصل الدين عن الحياة وهذه الكلمة العلمانية أو سيكولاريزم أصلها في اليونانية هي ضد الدين أو نقيض الدين أو نقيض الطبق الديني دي أصلها وعرفت دائرة المعارفة البريطانية هي عبارة عن حركة اجتماعية موضوع عام ما موضوع حكومة بس بس ما يهمو كل نظام حكم وما بزول بيمنعكم من دينكم وتمارسوا الدين لا بيتحارب الدين وهي في تعريفة ضد الدين شفت كيف؟ فدائرة المعارفة البريطانية قالت هي عبارة عن حركة اجتماعية تعمل على توجيه الناس إلى الأمور الدنيوية كلها ما نظام سياسة بس كله بدلا من الأمور الأخروية دا تعريف دائرة المعارف البريطانية كذلك أول من اصطلح كلمة علمانية أول زولي اصطلحه وأطلق على نفسه وسمى عمل ليه حركة يسمى حركة المجتمع العلماني أو جمعية المجتمع العلماني بلندن يسمه جاك هوليوك أول من أطلق مصطلح العلمانية على نفسه وعلى حركته وده كان عام 1851 عرفه قال شنو شان الناس تعرف العلمانية دي على حقيقة قال هي قانون خاص بهذه الحياء يقوم على احتبارات إنسانية بحتة عرفه إنها قانون خاص موش بالحكم ولا بدارة الدولة لا بهذه الحياء ده أول زول قالنا علماني وسمى حركته في بريطانيا أو جمعته بالجمعية الجمعية العلمانية فالعلمانية لابد المسلم يعرف إنها بتفصل الدين وده تعرف زولة ذاته قال هي شنو قانون خاص بهذه الحياة الحياة كلها ابقى التعريف الصحيح للعلمانية هي فصل الدين عن الحياة كلها أمثلة أنا أريدك مثال أول حاجة العلمانية بتبدأ بفصل القوانين ونظم الحكم عن الدين دي واحدة العلمانية بتفصل تفسيرات الكون والزواهر الطبيعية عن الدين يعني ما تقول لي الأرض خلق ربنا سبحانه وتعالى لا وأصل الإنسان الذي ابتكر العلمانية أصله ملحد زول ملحد أي ظاهرة طبيعية أي ظاهرة طبيعية عندهم تفسر بعيداً عن الدين الكون يفسر بعيداً عن الدين لذلك أبعدوا بخيالهم المريض والمنكوس وجابوا لنا شنو نظرية الانفجار العظيم والحضروا منه والشافوا منه وقبل ما لنا السنين دي عرفوها كيف سؤال منطقي ووصلوا لها كيف وجابوا لها نظرية أصل الأنواع كانت خلية في مستنقع واواواوا لغاية ما بيقت قريت ومن قريت بيقى زول السؤال عرفوها كيف والخلية دي ذاتها جات من وين المستنقع ذاته جا من وين ابقهم أبدلوا الفطر التي خلقهم الله والله عليهم عليها إن الكون دا له خالق وله مصور وله مبدع ومنظم سبحانه وتعالى أبدلوها بنظريات خيالية لا تمت للواقع بأي صلة ابقى العلمانية بيخشلين حتى في الظواهر الظواهر الطبيعية والكون إنه يفسروا لنا بعيد من الدين العلمانية كذلك الشئون الاجتماعية والأسرة دايرين يفسروا لنا كذلك بعيد من الدين دايرين الأشيون الاجتماعية تكون بعيد من الدين ونظم الأسرة بعيدة من الدين عشان كذل اللي يامدي وكلنا شايفين بنادوا إن الأسرة تتغير تغير نظاما ألا يكون هناك ولي وقيم على الأسرة الأب الذي ربه والذي يعني هو سبب الوجود ربنا قال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لأن الله هو الخالق والوالد هو السبب فشوف دائرين الوالد ما يدخل لا يدخل مش في الزواج بس زي ما برفع عن النسوان العلمانيات المطلوقات يرفع عن اللافتات لا للتصلط الأبوي ما دارين دي بس حتى الأطفال جابوا تشريعات أو عندهم تشريعات إن الوالدين ما يدخلوا حتى في دينهم زاد حتى في دينهم ما يدخل فالموضوع ما موضوع حكم موضوع داخل في الأسرة الولد اشتكي أبوه الولد اشتكي أمه الولد بلغ 8 سنة يجيب البنات في البيت حريته البيت تجيب صاحبه في البيت حريته دائرين دا دائرين نوالآن في أصوات نشاز بتاعة المنظمات بتاعة المرأة قريفنا وشنوء لا لقهر النساء هذه المنظمات الشيوعية الخبيثة الشيوعات الأول المنظمات الشيوعية الخبيثة دائرين البنات يكون المتاحات ومطلوقات ما في والي علينا ابقى دا تدخل حتى في الأسرة العلمانية تنحي الدين عن الأسرة والشيونة الاجتماعية تنحي الدين عن الأخلاق والقيم العلمانية دا تنحي الدين عن الأخلاق والقيم ودان احنا نجده كثير كمثال أو كمصهر أو كنوع من أنواع العلمانية الشيوعين في البيان الشيوعي قال إن الشيوعية تلغي الحقائق الثابتة بدلا من تجديدهما أو تجديدها تلغي الأديان وتلغي الأخلاق وقصار ما يلام عليه الشيوعين أنهم يريدون إشاعة رسمية وصريحة للنساء ساي زي ما قال أخونا بشك المرة تبقى زي كرسي النص دا يقوم ودا يقعد دا يقوم ودا يقعد وبيجأيك إن شاء الله الكلام دا الدائر إنه ومن هنا نحن نميش في موضوع الإباحية إنه الشيوعية دائرة تبعد الأخلاق والقيم عن الدين دا تفصل الأخلاق والقيم عن الدين برضو لأنها تفصل عن الحياة كلها ومن ضمن الحياة الأخلاق والقيم دا إلا تفصل الدين عن الأخلاق والقيم وأن أقول لها كذلك على المؤسس بتاعه جاك هوليوك قال إن العلمانية والأخلاق العلمانية يجب أن لا يهتم على الإطلاق بالتساؤلات الدينية الأخلاق العلمانية دي يجب أن ما تهتم على الإطلاق بالتساؤلات الدينية يعني دا حرام ودا حلال دا صاح ودا غلط إبقى مساهمة العلمانية بتساهم في الإباحية بطرق كثيرة أولا إنها تلغي الأخلاق وتبعد الأخلاق والقيم عن الدين ثانيا من مبادئ ومن أسس ومن مظاهر العلمانية الحرية أو الليبرالية أو الليبرالية العلمانية دي بتقول شنو؟ دي هدف فصل الدين عن سلوك الفرد يعني سلوكك دا حرية مطلقة حرية تامة ليس لها حدود لشان كده الآن الإباحية ما عندهم ممنوعة لأنهم عندهم المبدد أن أخلاق بتاعتهم ما عندها علاقة بالدين تانهاية عندهم حرية مطلقة تلقى الإباحية والأفلام الإباحية والشذوذ أو اللواط على الصحيح ما يحرموه ولا يبنعوه وتجد 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 من الإنحلال الأخلاقي والشذوذ والسفور والتعري من مبدأ مبدأ الحرية المبدأ بتاعهم بتاعت الحرية دا يلغي لك الكلام دا كله ما في أخلاق المرأ برضاها دا تصور فيلم يباحي تصور الرجل برضاها يصور يصور دي العلمانية شان كده ما في زول يستغرب يقول علاقة العلمانية باللباحية شنو وأقول كل الدول العلمانية أمسك الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا والتماشي دول أوروبا الغربية كلها تبيح وتتاجر في الأفلام الإباحية كلها بلا استثناء كل الدول دي تبيح الاستثنائية الإباحية وتيارة الجنس كل الدول دي شكرا لك ما تستغرب لما نقول لك السودان في نازل يصور فيلم إباحي ما تستغرب لأنه دا نتاج طبيعي من نتاج العلمانية عدم الأخلاق الحرية المطلقة عدم الوازع عدم التقيد بالدين ونحن دين يغائر العلمانية ويباعد العلمانية لأن فيه تفصيل كل شيء أو كل شيء أي شيء في الدين مفصل وشوف يا مسلم لو العلمانية ما بتفصل الدين على الحياة إذا كانت العلمانية بتفصل الدين على السياسة بس دي ما بقوله هم أو الناس اللسي الذين يخضعون الناس لو العلمانية بس بتفصل الدين على الحكم دي كفر كفر بربنا سبحانه وتعالى ومبجوز لك تاخذ به ومبجوز لك تحاكمة من قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون حكم الجاهلية هو كل حكم يخالف الدين وبالله في جاهلية وفي إذلال وفي إهانة وانحطاط إنه وصلنا توصلنا العلمانية إنه تحصل في بلدنا تجارة بالجنس تجارة بالأعراض تجارة بالرزيلة ودي والله ما بتقبل الفطر السوية فضلا عن الدين القويم دين الإسلام دايرين يوصل الناس لهذا المستنقع والدين حفظ لنا حفظ العرض وجعلوا من الضروريات الخمس حفظ العرض وحفظ النسل فدايرين يوصلون دي والله أسوأ من الجاهلية الأولى بتاع القريش الذين كانت فيهم نوع من القيم ونوع من الغيرة على النساء يقول لكم والله يدي سودانية فيلم بداع سودانية وعادي ممكن تلقاه في الشارع المصورة الفيلم ذاتة الوسخة دي تلقاه ماشا في الشارع ما بتقدر تزالة حرية 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 ما دي الحرية ذاتة تلقاه ماشا في الشارع والبلد بلد حريات والغانون كفى الحرية بلد ضعارة تصير مقننة زي ما كان زمان زمن الإنجليز بعسكري العسكري يكون حارس البيت للأسف الشديد دا كله بيجي ونحن وشوف ماشينا عليه وحالنا كل ما ماشينا عليه وماشينا للعلمانية والله حالنا الضنك وحالنا سوء لأن السعادة دي بالدين فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة الضنك راجينة إذن إحنا ماشينا في العلمانية وماشينا في الإنحطاب وماشينا في الفواحش وماشينا في الرذيلة فيا مسلم لو كانت العلمانية بس وهي زي ما قلنا دائرة تفصل الحياة كلها عن الدين لو بس تتفصل الحكم يكفر والإسلام دا دين كامل ودين شامل فيه الحكم وفيه السياسة وفيه الاختصاط وحكام البيع وحكام الشراء وفيه الزكاة نظام اجتماعي ما عنده مسيل أبداً وفيه الأسرة احترام الوالدين وبر الوالدين بتلقوا وين هل بتلقى في العلمانية التي لا تنظر إلا المرأة إلا سلعة تاجربية تجاري الجنس سلعة تباع وتشترى صور في المجلات عارضة تزياء إيهانة دي بالله تكريم للمرأة ولا إيهانة للمرأة هل المرأة اللي بتكون في بيتها عزيزة ومستورة ولها أولياء إذا أرادها شخص بالحلال والشريعة بدق لها الباب وسوق منه ولأمرأة وبعدين برجاله ولأمرأة داء فيه عزيزة للمرأة ولا المرأة تكون سلعة يمارس بها وتعرض في الجرائب وتعرض في الأفلام والمسلسلات بالله لا والله ليس هناك دين ولا شرع أكرم المرأة كالإسلام يا أخي ربنا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لطيف بإعباده ديل الدين دا حتى لو فيه قطع عيد لا للمجرم دا لطفي بالمجرم ذاته وبالمجتمع شان الجريمة تتكرر وخبير بإعباده خبير بكل ما يصل عباده فشرع لهم ما يصلح حالهم وما يصلح أمره فالعلمانية تدمر الأخلاق وتدمر القيم وتدمر الأسرة وتدمر السلوب والدين زي ما قلت يوخذ كله يا أيها الذين آمنوا دخولوا في السلم كافة الإسلام دا يأخذ كله وي يزول يقول لك الإسلام دا في الجامع وما يزول بمنعكم الجامع والإسلام دا سوي في المسجد دا كفر بالمناسبة كونك تصلي لالله في الجامع وبرد تقول الحكم دا حكم علماني أو نحن دائرين علمانية أو العلمانية هي الحل دا كفر ربنا قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض دا ليأخذ شي على غراسية لا الدين ما على غراسية الإسلام الدين فيه مجتمع فيه علاقتك بوسرتك فيه علاقتك مع جارك فيه علاقتك مع ضيفك فيه علاقتك مع قريبك فيه علاقتك مع حاكمك فيه قانون فيه حدود فيه كل شيء وهو من عند الله الخالق سبحانه وتعالى ربنا قال ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك قال ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيله أولئك هم الكافرون حقا وأحتدنا للكافرين عذابا مهينة الإسلام ما فيه حرية مطلقة الإسلام فيه عبودية لله ومساحة الحرية أداك ليه تشتغل شروه الإسلام ما قال لك إلا تشتغل الفجر الفلانية والذي عرس المرى الفلانية أداك مساحة في البيع والشروه في السوب أداك مساحة واضعة وحرم عليك بعض الأشياء الذي تفسد لك بيعك وشراك وتفسد أخلاك المجتمع حرمه زي الربا الإسلام أداك مساحة بتاعت حرية لكن إت حياتك كلها عبد لله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ده المسلم حياته كلها ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا ولو المسلمين الإسلام ما فيه حرية مطلقة الإسلام فيه عبودية وخضوع وطاعه لله ولأوامر الله وبذلك السعادة الخضوع لربنا ده وطعته دي فيه سعادة الدنيا والآخرة ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا بقى الموضوع فيه قال الله وقال الرسول هنا ما في حرية الحرية انتهت عند أمر الخالق سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ذلالا مبينا ضل ذلال مبين الذي يعصي الله ورسوله الحرية ابتنتي عندما يقال قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ده الفلاح من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة الحياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أجرهم في الآخرة بأحسن بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا والعلمان ما عنده آخرة صورت هنا وقليت هدبك والسافهت ودعيت للحرية المطلقة وتعارض الشرع زي ما قال أخونا قل ما تشاء كن ما تقل إن تقلها تموت أو لا تقلها تموت قلها فموت بتموت بعدين بتميشوا بعدين بلاقيك بمبي حين لا ينفع الندم ومعض الظالم على يديه بعدين بتعض في ذك من الندم وخالفتك للشريعة ومصيرك إذا مدت على العقيدة دي عقيدة العلمانية البشوف الدين ده ما صالح والبشوف الدين ده لا ما واكب العصر بيتموت عليها والله جهنم طوالي إنه ما يشرك بالله فقد تحرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من عنصار يبقى في الدنيا في الآخرة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وفي الدنيا الحياة الطيبة والحياة السعيدة والحياة الطيبة في الدنيا والسعادة وفي الآخرة الجزاء الحسن وشوف وان أختم كلامي الدين ده والله مهما تكالب عليه الأعداء ومهما مكر به أهل الخيانة والمكر والغدر أعداء الله سبحانه وتعالى والله منصور وغالب بس نحن نمش لالله بعغيذة صحيحة نخلي الشرك ونخلي دين الصوفية الباطل البعلق الناس في القبور وفي الموتى وفي الخلق ونخلي اللولوة والنفاق بتاع الأخوان المسلمين وأزناب والأخوان المسلمين هم علمانين ذاته وكل ده ساتير علمانية وده آخر دستور ليهم كان دستور علماني دستور 2005 هم ذاتهم علمانيين وهم بيتباكوا الآن بجهلة في الداخلية زي مختار الفدري وغيره بيتباكوا لأن السلطة مشهت منه والله ما يقيموا دين أبدا بل شوهوا الدين وكانوا سبب في تبكين العلمانية بيتباكوا والله لو بكرة أدوهم أدوهم الحكم بالعلمانية ويقبع نظام علماني يقبلوا زي السلام عليكم ويطلعوا نفسهم أحسن ناس فهم والله ما بنصروا دين الدين دا منصور بإذن الله نحن لو دا ننصر أنفسنا ونعز نفسنا بالدين والله نتمسك بالكتاب والسنة وبعاغذتنا في ربنا وبذرب النبي صلى وبذلك ننجو ونسعد هذا وصلى الله وسلم على أبينا محمد والله أعلم وأحكم